مع التطور العالمي باتت الأنظمة التكنولوجية تلعب دوراً رئيسياً في حياتنا فتدخل في مجالات عدة نجدها على الأغلب في كل مكان وتماشياً مع هذا التطور عملت العتبة العباسية المقدسة على هذا النظام كونه يشارك في الأمن والحماية خصوصاً في الزيارات المليونية لسهولة التواصل من خلاله توكل العتبة العباسية المقدسة مهمتين إلى شعبة الاتصالات هذه الشعبة تقوم بإنشاء مراكز التائهين موزع على محاور المدينة في الداخل والخارج وكذلك نصب الكاميرات الخارجية في بعض الأحيان للتعداد وبعض الأحيان للأغراض الأمنية أعمال كثيرة تقدمها شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الزيارات المليونية لا سيما في زيارة الأربعين اتقع على عاتقها مراكز إرشاد التائهين منتشرة في أرجاء المدينة ومحاورها إلى جانب مشاركتهم في النظام الأمني بزرع كاميرات المراقبة في أماكن مختلفة وتقديم الأحصاءات بعدد الزائرين ونشرها للمنظومات الصوتية والشاشات الكبيرة في داخل العتبة المقدسة التي يتم من خلالها تقديم الإرشادات التثقيفية شعبة الاتصالات التابعة لقسم المشاريع الهندسية لديها أعمال كثيرة في الزيارة الأربعينية من هذه الأعمال وأهم هذه الأعمال هي إدارة مراكز إرشاد التائهين مراكز إرشاد التائهين هي مراكز منتشرة على محور بغداد ومحور الحلة ومحور النجف أيضا من ضمن أعمال شعبة الاتصالات عندنا الأعمال التي تقوم بها وحداتنا مثلا وحدة الكاميرات وظيفتها أنه تأمين الحماية للزوار وأي خدمات أخرى إجراءات استعدادية تقوم بها العتبة العباسية المقدسة بأقسامها وشعابها لا سيما شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي استنفر الجهود طواقمها من أجل تقديم الخدمات للزائرين الوافدين لإحياء زيارة الأربعين ترجمة نانسي قنقر